باللاحظ هنا أن السيد المسيح ما عملش أي حاجة من دي خالص لكنه اختار تحويل المية الخمر في فرح يهودي في قانا الجليل علشان تكون أول معجزة لي توري مجده زي ما جه في الآية اللي بتقول هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه خدوا بالكم المعجزة دي هو عملها في قانا الجليل قبل ما يبين حكمته العظيمة كمعلم وقبل ما يعلن سلطانه المطلق على الأرواح الناجسة وحتى قبل ما يشوف الناس قدرته العجيبة كشافي للأمراض المختلفة الأكتر من ده أن التعبير اليوناني اللي استخدمه معلمنا يحن البشير لوصف المعجزة دي هو بداية الآيات أرهن تون سيميون وكلمة أرهن هنا معناها مش بس بداية المعجزات لا دي معناها المعجزة الرئيسية chief بالإنجلش وعشان دي معجزة مش زي أي معجزة سمها بداية الآيات ودي مش مجرد بداية للآيات لكنها برضو رأس الآيات أو الآية الرئيسية نحن إذن أمام المعجزة الرئيسية للسيد المسيح طب ليه؟ للإجابة على السؤال ده يقول قدس البابا توادرس أن السيد المسيح يصور كل فترة وجوده على الأرض بحفلة عرس ممتدة ولذا بدأ ظهوره العلني في حفلة عرس قانا الجليل إيه ده؟ المسيح عريس؟ آه يهوى في العهد الأديم هو عريس إسرائيل والمسيح في العهد الجديد هو عريس الكنيسة في العهد الأديم يهوى عريس إسرائيل فيقول أشعية النبي لأن بعلك دي جاية من العبرية بعال يعني زوج هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل يبقى يهوى في العهد الأديم هو بعال إسرائيل هو زوج إسرائيل هو عريس لها ويقول بعد كده إله كل الأرض يدعى طيب وفي العهد الجديد يحنى المعمدين قال إن المسيح هو عريس الكنيسة يقول أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه من له العروس فهو العريس دي جاية من اليوناني نينفيوس العريس وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس إذن فرحي هذا قد كمل ينبغي أن ذلك يزيده وإني أنا أنقص يعني السيد المسيح هو العريس الحقيقي فطبيعي جدا يبدأ خدمته فرح يعني في عرص قانا الجليل ترجمة نانسي قنقر